موسيقى الحالة السابقة في مصر لم تكن ظرفا عاديا كانت مصر تمر طوال الأربع عوام الماضية بظرفا استثنائيا ربما دفع كثير من الصحفيين وهذا الأمر شاهدناه بكثرة وأيضا موجود هذا الرأي ليس رأيي أنا تحديدا ولكن يشاركني قطاع كبير جدا أن الصحفيين تركوا مهنتهم الرئيسية وهي العمل بالصحافة ونقل الأخبار ونقل الوقائع وخلافه وبدأوا يشتغلوا بالعمل السياسي وهذا خلط كبير ما بين مهنة الصحافة التي نتعامل معها على مستوى العالم أيضا نقارن نفسنا في مصر بالعالم كله العالم لا يخلط ما بين العمل بالسياسة وما بين العمل الصحفي المهني الذي يستند إلى نقل الحقائق وليس فرض حقائق مغلوط هناك اختلاف كبير بين المشاركين في حيوانا اليوم بشأن هذه النقطة كيف تعاملت السلطات المصرية مع قضية لليان داود وترحيلها من مصر يقول مثلا من الذي يتحدث هنا ماجدي يقول لقد تعاملت السلطات المصرية معها بطريقتها يقصد بطريقة لليان فهي حين لا تروق لي أطردك كما تردت هي يقصد لليان الحرية من بالها أيام الانقلاب نكاة بالإسلاميين ينتقد لليان أيضا محمد يوسف يرفض طريقة التعاون مع لليان ويقول طريقة مهينة لا تلجأ لها إلا أعتى الدول الدكتاتورية وهو الطريق الذي تنزلق الذي تنزلق إليه السلطة بسرعة رهيبة يقول الله خبال لليان لكن الصورة الأبعاد التعاون مع الإعلام والإعلاميين بوجه العام دعو حمد كثيرون يفصلون في هذه النقطة كما شرت يخذ منهم مثلا هنا تهامي النقراجي هو يقول في الدولة العسكرية لا حرية ولا إعلام ولا حقوق ولا شعب الدولة فوق كل شيء والويل لمن يخالف الرأي حكذا يقول هاشم سر الختم يقول أعتقد من السودان ستظل الحكومات في العالم العربي تخاف من الصحافة لأنها حكومات لا يرضى عنها المواطنون ونحن ما نزل يقول بعيدين كثيرا عن تجارب الديمقراطية والاستماع للرأي الآخر قضية لسة قضية لليان داود قبل ما جرى مع لليان داود بأسبوعين أو ثلاثة أسابيع شهد ما جرى في نقابة الصحفيين لم يحدث في مصر على مدى تاريخ الصحافة في مصر على مدى تاريخ النقابة ستين عاما لم يحدث أبدا أن دخل نقيب الصحفيين إلى المحكمة لكي كمتهم في قضية مثل ما رأينا هناك يا سيدي هناك رغبة حقيقية في كما نقول في مصر ظهر العين الحمراء للصحافة والعمل في الإعلام هذه الحقيقة قضية لليان داود ليست خارج هذا السياق خلاسة خارج هذا العنوان هذه هي المظلة التي يجب أن نفهم كل الأمور مرة بمثل ما نمر به من تجارب مرة بمحروب ومرة بمراجهات مع إرهاب ومرة بكل ما نمر به الآن ولكن كانت هناك مرة أخرى أكرر كان هناك طريقتان في التعامل مع هذا كانت هناك طريقة تعرف أن حرية الصحافة أمان للدولة وأمان للمجتمع وهي التي تؤدي إلى دولة قوية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر